السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن اليوم مع الصورة الثامنة التي نزلت في ترتيب القرآن الكريم وهي الصورة الاعلى كنا قد تحدثنا عن صورة العلق ثم صورة القلم ثم المدثر ثم صورة المزمل ثم صورة الفاتحة ثم صورة المسد وصورة التقوير واليوم نتحدث عن صورة الاعلى صورة الاعلى هذه صورة عظيمة صورة مباركة سبب نزولي وورود هذه الصورة كان المسلمون انداك قبل قليلة حوالي اربعين نفر وكانت تقام حولهم مواسم في مكة المكرمة وما حولها مواسم عدة هناك الهة وهناك كبراء والناس يمجدون الهتهم معنى سبح يعني مجد ربك ونزه واتني عليه التسبيح هو تنزيه وتمجيد وتناء لكن لا يكون مجردا باللسان بعض الناس يظلون ان التسبيح ويخد سبحة ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله اي نعم ولكن في عمقه وفي جوهره هو ابحار في عالم الملكوت ونظر في الاشراقات الايمانية وتأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعظيمه وتوقيره وجعلوا له مقام عظيم في القلب سبحان الله تنزه الله وتعظم الله سبح اسم ربك الاعلى الربوبية لم يقل اسم الجبار او المتكبر او القهار بل الربوبية دائما هناك اشارة الى منهج التربية سبح اسم ربك الاعلى الاعلى الذي ليس فوقه شيء فالناس بعضهم فوق بعض فوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي مال صاحب مال اكبر وفوق كل ذي قوة صاحب قوة اعظم لكن من هو الاعلى الاعلى في كل شيء انه الحق سبح سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعلى يا محمد فلما تسأل الصحابة قالوا يا رسول الله ربنا سبحانه وتعالى ما صفته كيف نتعرف عليه هذا الاله الذي نشعر به في قلوبنا ونشعر به في دواتنا ونرى الوجود كله يشهد بانه الواحد كيف نتعرف عليه فأعطاهم صفاته قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى هنا ربنا عز وجل في كلمة معدودة يعطينا قوانين الوجود وقوانين الكون مع ان سيدنا النبي محمد بن عبد الله كان امي ومن كان معه حوالي اربعين نفر من المسلمين كانوا كلهم من العبيد ومن الخدم ومن الضعفاء جدا قبل قليل لهم مستميرين فتحدث ربنا عز وجل عن قوانين الوجود الاربع الذي خلق قانون الخلق الذي خلق فسوى قانون التسوية والذي قدر قانون التقدير ثم فهدى قانون الهداية هذه اربعة قوانين تحكم الوجود باسره لهذا ربنا عز وجل يستحق منا التنزير والتعظيم والتسبيح ما معنى الذي خلق يعني ان الوجود كان عدم من خلق هذا الوجود ومن خلق ما فيه هذه الطبيعة من اكوان ومن مخلوقات انه الخالق وحده لا شريك له من خلق الانسان من خلق الجان من خلق الطير في البحر من خلق الاسماك في النهر والطير في السماء من خلق الوحوش في البرية من خلق كل هذه المخلوقات هذه الاجرام والافلاك والشموس والاقمار من خلقها انه الله سبحانه وتعالى انظر مثلا الى خلق الانسان انت ايها الانسان هل تعلم بانك كنت عدم كنت غير موجود ثم ربنا عز وجل شاء بقدرته ان جمع حفل من الطين ثم سواك انسان فانت خلقت من طين من طين من تراب والتراب موجود في كل مكان يعني ما عنده قيمة كبيرة من حماء مسنون يعني الطين مبلول فاصلنا طين خلق فسوا قانون الخلق ثم قانون تسوية لما جمع الله تعالى طين الانسان وقد امر الملائكة بجمعه وكلهم تهيبوا وتطوع لفعل ذلك عزرائيل ملك الموت لانه قوي وهو المكلف بقبل الارواح لما ارد الله تعالى ان يخلق ادم قال من منكم ينزل الى الارض ويجمع ترابها ويأتيني به لخلق انسان لانني سوف اعيده الى الارض اني جاعل في الارض خليفة فكل خليفة فكل الملائكة تهيبوا له ملك الموت فقال انا اتي به فدهب الى الجوانب الارض الاربعة وجمع حفن من هنا وحفن من هنا وحفن من هنا قبض من الطين وجاء بها الى المولى عز وجل ربنا اخذ هذا الطين بلله بالماء ثم سواه الذي خلق فسوا التسوية انظر الى جمال الانسان انظر كيف ربنا جعله عينين ولسانا وشفتين انظروا كيف ان الله سبحانه وتعالى قد زين صورة الانسان بشكل عجيب وبشكل غريب كل ذلك دال على ان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال انظروا ايوان احباب الكرام كيف ان هناك اناس يقيمون مسابقات لاختيار ملك الجمال او ملكة الجمال كل هذا بخلق من الرحمن سبحانه وتعالى تصور لو ان الله تعالى وضع ان يضع لنا عينين وضع لنا عين واحدة او وضع لنا ثلاث اعين لاتخواز يم اي او انه وضع لنا ثلاث ارجل او وضع لنا الانف مكان العين والاذن مكان الفم سيكون هناك عجب عجب لكن الله تعالى خلق الانسان فسواه حتى في الطول وفي العرض وفي الوزن تسمى ذلك الجسم اللي هو اديال مثالي تكون متناسق كل ذلك باعاز من الحق عز وجل الذي خلق فسوا والذي قدر حانون التقدير لما خلقنا الله وسوانا وجملنا اعطانا كل شيء بقدر السمع بقدر والابصار بقدر والاشباع بقدر وكل شيء بقدر حتى المائدة لو وضع لك مائدة من الطعام فيها طعام كتير لن تستطيع أن تأكل أكثر من قدرتك لأن المائدة مصممة والبصر مصمم انظروا إلى البصر إذا كان هناك أقل من عشرة على عشرة تضطر لاستعمال نظارات وإذا كان هناك أكثر من عشرة على عشرة انكي سر في الرؤية تضطر أيضا استعمال نظارات السمع السمع مضبوط إذا كان عندك سمع واضح تسمع من حولك إذا كان السمع كضعيف فإنك تضطر أن تقول لمخاطبك أعد ما قلت أعد ما قلت لم أسمعك وإذا كان السمع كثير ستسمع الضجيج في الشوارع المجاورة والأزقة والبنايات المحادية لكن الله تعالى خلق كل شيء وقدره كل شيء بمقدار انظر إلى العمر عمر الإنسان من الستين والسبعين سنة تصور لو كنا نعيش ألف سنة ألف سنة خطير جدا ما غير يكون هناك موت إلا بعد عمر طويل لن يكون هناك توارث لن يكون هناك انتقال للتروة بين الأجيال سيكون هناك احتقان شديد لكن الموت رحمة بقدر دلين الله تعالى واحد التوقيت اللي هو متواضع فوق الأرض الدنيا ونغادر هكذا خلق الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا قانون الخلق قانون التسوية قانون التقدير وقانون الهداية قد درف هذا ما معنى الهداية هو أن الله تعالى علمنا كل شيء التعليم أيها الأحباب الكرام لا تظنوا بأنه التعليم الأول في المدرسة أو ما نتعلمه في الأسرة أو ما نأخذه من وسائل الإعلام كل ذلك هو تتم وتكمل التعليم الحقيقي هو فينا بالداخل لقد خلق أن الله تعالى مهيئين لاكتساب المعرفة تجد إنسان أمي لم يدوس المدرسة وعنده خبرة كبيرة مع الواقع والحياة أكبر أترياء العالم أميون ودرستهم متواضعة والسبب في ذلك لأنهم عندهم العلم الفطري وعلم آدم الأسماء كلها هذا ما يسمى بالهداية هداه الله تعالى لكي يتصرف ويحسن التدبير انظروا إلى الإنسان لما يخرج من بطن أمه وهو جوعان هل يلتقم الأنف أم يلتقم الأدن أم يلتقم الأصبع بل يلتقم التدي ومباشرة الحلمة يعني يأخذ تدي أمه يعلم من علمه بأنه ينبغي أن يأخذ تدي أمه وقس على ذلك العلماء وجدوا عالم الحيوانات غريب جدا رغم أنها حيوانات بكماء عجماء ولكن تتصرف بعقلانية خطيرة مثلا النملة تأخذ القمحة وتأكلها وإدارة أن تتدخر قمحة أخرى تقسمها نصفين ثم تقوم بدفنها لماذا؟ لأن القمحة إذا دفنتها هكذا فإنها ستصير سنبلة إذا أصابها بلل أو مطر تصعد سنبلة لكن إذا قسمت نصفين تبقى طعام عادي تأكله النملة من علم النملة أمور والشؤون الفلاحة والزراعة إنه الحق سبحانه وتعالى وقس على ذلك الطيور المهاجرة تقطع مسافة عشرة آلاف كيلو متر وفي البحور من قارة إلى قارة وتعود إلى مكانها إلى أوكارها وأنظر إلى الحيوانة الغريبة طيور عندها عيون مثل الميكسكوب غريبة جدا ترى عن بعد كل هذا من ندي علمها إنه الحق سبحانه وتعالى عن طريق الهداية فنحن مطالبين جميعا أيها الأحبة الكرام أن نكتر من التسبيح لهذا الخالق هذا الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غوثاء أحوى هنا يلفت ربنا عز وجل النظر إلى الأرض من حولنا انظروا إلى الأرض أيها الناس يا من لا تؤمنون بالبعت والنشور لما كانت هذه الأية التنزل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بعض المشركين وبعض الملحدين وبعض الشعراء الصعاليك يأتون إليه ويقولون يا محمد أنت تزعم بأن بعد الموت هناك هناك بعث ونشور وحياة غير حقيقة نموت وننتهي ليس هناك أي شيء آخر فربنا أعطاهم المثال الذي أخرج المرعى فجعله غوثاء أحوى انظروا أيها الناس إلى المرعى كتكون الأرض قاحلة جدباء ثم يأتي المطر ثم يبدأ الإخدرار ثم تأتي السنابل فتأتي البهائم وتأكل وترتع في الحقول ثم بعد ذلك تصفر ثم بعد ذلك تصير غوثاء أحوى ما معنى غوثاء أحوى يعني أن الأرض الخضراء بعد مدة تصير سنابلها صفراء وبعد مدة يذهب كل شيء تذهب إلى إلى لا شيء فتجد فقط الأرض فيها تراب وكأنها ميتة هذا معنى أن الله عز وجل يخلق الخلق ثم يميته ولكن ما انتظر الفصول فصل السنة حتى يأتي المطر من جديد وتبدأ حركية جديدة من الخلق والابتكار ربنا يعطينا الأدلة كل سنة في فصل الشتاء والخريف والصيف عن الخلق وعن الموت وعن إعادة البعت والنشور انظروا أيها الناس إلى هذه الحقول كيف تكون من الذي يزعم أنه يحييها ثم يميتها إنه الحق سبحانه وتعالى والذي أخرج المرعى فجعله غوثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سيدنا النبي كان ينزل عليه القرآن وكان يخشى أن يضيع منه فكان يجهد نفسه أنه يقرأ ويحفظ ويستذكر مخافة أن يضيع منه القرآن هذه أمانة هذا قول تقيل فكان صلى الله عليه وسلم يبدو المجهود كبير لأنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب فإذا بربنا عز وجل يعطيه بشارة يا محمد لا تتعب سوف نعلمك وسوف نقرئك القرآن هذا القرآن سوف يرصخ في ذهنك وعقلك وفؤادك لن تنساه لست مضطر أن تحفظ وتردد وتكتب لا تحتاج إلى كل هذا سوف نجعلك خافضا لكلامنا فاهما لمعانيه ومطبقا لتعليماته سنقرئك فلا تنسى كما نزل بعده قوله تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه كان سيدنا محمد يجمع القرآن لم يكن هناك أوراق ولم تكن هناك أقلام فقط العسب والأوراق الشجر وكان يتعب لا تتعب يا محمد كل هذا هو موكول إلينا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه سيجمع ربنا ذا القرآن إن علينا جمعه وقرآنه يعني ضمه بعضه إلى بعض سنقرئك فلا تنسى لن تنسى أبدا إلا ما شاء الله ما معنى ما شاء الله يعني هناك آية سوف تنسخ ربنا رحمة بالعباد يعطينا قانون ثم ينسخه مرة تانية رحمة بالعباد لكي يعلمنا سبحانه وتعالى أنه قادر أن ينزل علينا أحكام شاقة وقد نتعب في تنفيذها لكن من رحمة الواسعة يزيلها ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا دائما تنزل مثل هذه الآيات فينسخ ربنا عز وجل الآيات التي فيها مشقة زائدة ويخفف على عباده فهذه الآية فيها بشارتين بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارة لأمته البشارة الأولى لسيدنا النبي يا محمد كن مطمئن القرآن سوف نجعله عندك محفوظا متلوا ولن تحتاج إلى معلم يعلمك القراءة والتجويد ويعلمك الفهم ويعلمك الكتاب لن تحتاج سوف نتكفل بذلك والبشارة الثانية للأمة الأمة عندها تشريعات وهذه التشريعات تكون خفيفة ربنا ينسخها ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها إلى أن قال إنه يعلم الجهر وما يخفى لأن هناك بعض الناس دخلهم شك وبعض الناس بدأوا يقولون كلام ويبطنون غير ما يظهرون أو يظهرون غير ما يبطنون فربنا عز وجل ينبه أيها الخلق إنكم تتعاملون مع خالق فإنه يقرأ أفكاركم ويسمع ذبيب أنفاسكم فكل ما تقولونه من صواب مسجل وكل ما تقولونه في أنفسكم من باطل مسجل إنه يعلم كل شيء احذروا لا يحتاج ربنا إلى كاميرات للمراقبة ولا يحتاج إلى قوة أمن لكي تحفظ النظام العام ربنا يعلم كل شيء إنه يسمع ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخد الصلداء ربنا أقرب إليكم من حبل الوريد فهنا الصحابة رضي الله عنهم أصبحوا يستغفرون المولى إذا أخطأوا ويقول سبحان ربي الأعلى إلى أن قال ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الدكرى بشارة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يقول يا محمد سوف نجعل كل شيء عندك يسير لا تخف الشريعة ميسرة والأوامر والتعليمات كلها ميسرة انظروا إلى كيف أن المعلم يلقن المبادئ لتلميذ دائما يبشره بالتيسير لا يصعب عليه المشاكل ولا يشكل عليه القواعد وإنما التسير ونيسرك لليسرى كن مطمئن فذكر إن نفعت الدكرى مهمتك يا محمد أنك تقيم الذكرى أنك تنشر المواعد أنك تذكر الناس بالله وتذكرهم بالبعث والنشور وتذكرهم بحقيقة الدنيا وتذكرهم بوظيفتهم فوق الأرض هذه وظيفتك يا محمد احرس عليها فذكر إن نفعت الدكرى هناك من سوف ينتفع بالدكرى من أهل الإيمان وأهل اليقين ومثل الأرض التي تأخذ الماء ثم تنبته كلأا وزروع وكرم وهناك فيها أخرى تقول هذا أساطير الأولين هذا كلام رجعي هذا كلام سخيف هذا كلام مضاد لحقوق الإنسان مضاد للنظام الديمقراطي مخالف للحدادة والمعاصرة كلام مثل هذا يروج كما كان أيام زمان حتى في عصرنا هذا هناك من يرفض يعتبر أن هذا فيه مضيعة للوقت فربنا يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن تم للعلماء والدعاة والمصلحين لا عليكم أنتم لا تنتبهوا لردود الأفعال منتقدوكم الذين يحبون دائما أن ينتقدوا وأن يطعنوا من الخلف لا يهمكم في شيء مهمتكم ذكر وذكر فذكر النفعة الذكرة سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الناس أشكال وألوان هناك من سوف يسمع كلام الله ويرق قلبه وتدرف عيونه وتجده متحمس للسماع المزيد متعطش لمعرفة أحكام الله ويسعى لتطبيقها وتنفيذها هذا هو الأطقى سيتذكر من يخشى الذي فيه الخشية فيه الإيمان فيه اليقين مباشرة أن تذكره بالله وبالبعث والنشور والعمل الصالح فإنه يخشى ويتذكر لكن الأشقى سوف يتجنبها ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى سمى ربنا عز وجل هذا الذي يرفض الدين ويرفض قيم الإسلام ويرفض نظام الإسلام سمه ربنا شقيا شقي هذا أكثر من كافر أو من مشرك أو من ملحد شقي لأنه سيضيع كل شي لك فرصة واحدة فوق الأرض لن تعوض أبدا هذه الفرصة إذا ضيعتها فإنه لا تقبل منك شكاية يوم القيامة لأن ربنا عز وجل بعث الأنبياء وبعث المرسلين وبعدهم جاء ربنا بالعلماء وجاء بالأولياء وجاء بالصالحين وجاء بالفقهاء وجاء بالأئمة والكتاب محفوظ وأنت الذي تأبى وتستكبر أن تقرأ كلام الله فسمى ربنا عز وجل هذا النوع شقي سيتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ربنا يحذر بأن مآل هذا الشقي وأنه سيصلى نارا وكأنه يتكبر عن الصلاة في الدنيا ويتكبر أن يصل لله سوف يصلى نارا هذه النار سماها ربنا عز وجل النار الكبرى نسأل الله السلام والعافية هذا وصف مزعج ومخيف النار الكبرى وهل هناك نار كبرى ونصغرى أي نعم هناك مقامات في النار هناك مقامات هناك القعر اللجي وهناك أماكن خطيرة فقبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون هناك درجات في الجنة ودركات في النار وكل ما أهوي بالمخلوق إلا وعدب عذابا شديدا نسأل الله السلام والعافية ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا المشركون ومن كتب عليهم النار ليس هناك موت ولا حياة الموت هي فقط في الدنيا فقط لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى نحن أيها الأحباب الكرام نحن خالدون منذ أن خلق الله آدم كتب علينا جميعا الخلود ولكن نذوق الموت مرة واحدة فقط حينما نغادر من عالم الفناء إلى عالم البقاء مرة واحدة نذوق الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الدار الآخرة كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا هذا المشرك والكافر والملحد والعياد بالله أنه في النار يتمنى الموت يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ماكثون يقولوا لي يا مالك ليقضي علينا نموت نريد أن نستريح لا حياة وحتى الحياة ما هي بحياتي عذاب لذا قال ربنا عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا هذا كل خطاب فيه تخويف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيا كبيرة كل هذا الكلام في القرآن الكريم لما يتحدث رب العالمين غايته ومقصده أن الله تعالى يريد أن يربي بخلقه لعلهم يرتدعون لعلهم يخشعون لعلهم يخافون لعلهم يرجعون لعلهم يهتدون لعلهم يتوبون كل هذا تخويف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرة هناك أقوام يخافون فيرجعون إلى الله وهناك أقوام آخر يزيدون في السخرية ويزيدون في الهمز واللمز ثم ينتقن ربنا عز وجل إلى فئة أخرى من أهل الإيمان وأهل اليقين من هم المفلحون الموحدون هم المفلحون المتقون هم المفلحون الصادقون هم المفلحون المسبحون هم المفلحون فقال قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هناك فلاح هناك نتائج يوم القيامة هناك أهل الشقاء سيتجنبه الأشقاء وهناك أهل الفلاح أنت أيها الإنسان اختر أي فئة تريد لك كامل الحرية لا اكره في الدين لا أحد يجبرك على ذلك ولكن لا تلومن إلا نفسك فكما تحدث ربنا عن أهل الشقاء الذين يسلون النار الكبرى ربنا يتحدث عن أهل الفلاح قد افلح من تزكى من هم الأهل الفلاح من تزكى ممن تزكى تزكى في نفسه أولا في نفسه أنه يبتعد عن الأخلاق الذنمة يبتعد عن الشرك ويبتعد عن الخرافة وعن الأساطير ويبتعد عن الرياء ويبتعد عن حب السمعة ويبتعد عن كل المشاعر المنبودة كالكراهية والبغض وحب الانتقام كل هذا نفسك تزكيها تزكية النفوس نفسك تكون طاهرة تؤمن بالله تحب الخير للجميع تؤمن بالقيم النبيلة القيم الإنسانية العظيمة تؤمن بالأخوة بالمساواة تؤمن بالتعادلية بالحوار مع الآخر قبول الآخر والتعايش مع الآخر والتضامن والتكافر مع الآخرين هذه كلها تزكية النفوس ثم هذه النفس تبتعد عن المحرمات تمج المكرهات هناك شرب خمر محرم الزنا محرم الربا محرم هذه خبائط النفس الزكية لا تقترب من هذه ثم هذه النفس تطيع بر الوالدين وتصل الرحم وتعمل أي عمل فيه خير للجماعة كل هذا مطلوب هذا وتزكية قد افلح من زكاها يعني النفس قد افلح من تزكها وقيل من تزكي دفع الزكا لكن هذه الآية لما نزلت لم تشرع بعد نظام الزكا الزكا سوف يشرع بعد مرور أكثر عشر سنوات من نزول هذه الآية حتى يقع الهجرة من مكة إلى المدينة وتكون هناك الدولة المدنية في يترب ويسميها النبي الكريم المدينة المنورة ستنجل التشريعات الخاصة ببناء الدولة والمدينة أما الآن فهو قيم روحية وأخلاقية قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل يعني إنسان الذي يكثر من ذكر اسم الله لأن كل حبيب مغرم بذكر حبيبه كفار قريش يحبون الآلهة التي تسمى أصنام الساف ونائلة وهبل واللات والعزة وغيرهم 360 صنم بعدد قبائل العربية كل قبل لها صنم وأكبرها هبل فكانوا يذكرون هذه الآلهة وآخرون شعراء صعليك وغيرهم يمدحون حبيباتهم مغرمين بهم عشقا وحبا وهياما لكن الله عز وجل يعلم المسلمين بأن يحبوا خالقهم ويعشق خالقهم ويكثروا من ذكره فمن أحب شيئا أكثر من ذكره فقال لهم وذكر اسم ربه فصل فكان الناس يذكرون الله يذكرون الله بكرة وأصيلا يذكرون الله صباحا ومساءا يذكرون الله قياما وقعودا يذكرون الله على جنوبهم وهم مرضى وهم مسافرين وفي كل وقت وحين أذكروا الله ذكرا كثيرا وذكر اسم ربه فصل بعد أن يكثر من الذكر تجده دون الشرور يسجد لجلال الله ولعظمة الله لأن إلى حدود نزول هذه الآية لم تشرع الصالة بعد الصالة شرعت في السنة العاشرة لهجرة في وقعة الإسرائي والمعراج فربنا يتحدث عن هذه الفئة الناجية الفئة المؤمنة الفالحة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل توترون الحياة الدنيا لما تحدث ربنا عن الفئة الأولى لهي أهل الشقاء يرفضون الدين وينكرونه تحدث عن فئة أهل الفلاح المؤمنون ثم تحدث بعد ذلك عن فئة ثالثة فئة ثالثة من الناس هؤلاء ليسوا من أهل الشقاء وليسوا من أهل الفلاح هؤلاء أناس متدبدبون أناس هم مع أهل الإيمان ولكن تجدهم يغيبون عن مجالس أهل الإيمان ويدهبون إلى مجالس أهل الشرك والكفر أهل الشقاء متدبدبون ما السبب؟ إنهم يحبون الدنيا إنهم يعشقون المال ويعشقون السلطة ويعشقون الثروة ويعشقون المتاع بل توترون الحياة الدنيا فئة قلوبهم مع المؤمنين لكن أجسادهم مع الأشقية والسبب أنهم مغرمين بهذه الدنيا ربنا يخاطب هذه الفئة الثالثة ويقول والآخرة خير وأبقى يا من يؤثرنا الحياة الدنيا يا من متمسكين بالدنيا إنها لا تسوي شيء عند الله لا تسوي عند الله جناح بعوضة هذه الدنيا كلها نظر إليها الله تعالى حينما خلقها نظرة واحدة ثم ول وجه عنها لأن الآخرة هي الخير وهي الأبقى الآخرة فيها النعيم وفيها المساواة وفيها العدالة وفيها الكرم وفيها الجود وفيها الرحمة كل القيم التي يتمنىها الإنسان في الجنة أكثر مما قال أفلاطون حول المدينة الفاضلة وتغنى بها الفلسفة من قبله ومن بعده تحدثوا عن المدينة الفاضلة مدينة فيها العدالة فيها الديمقراطية فيها احترام حقوق الإنسان فيها احترام الحرية الفرضية فيها المتع ما فيها غلاء ما فيها قمع بوليسي ما فيها استخبارات تتبع أنفس الناس ما فيها ظلم ما فيها طغيان ما فيها حجرة ما فيها شيء من هذا القبيل وإنما فيها كل المدينة الفاضلة ربنا يتحدث عن أكثر من المدينة الفاضلة يتحدث عن الجنة وقال وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَأَ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ هَذَا وَأَبْقَأَ التام ثم في الختام ربنا عز وجل يختم هذه الصورة فيقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبب نزول هذا المقطع من الآية وهي أن جماعة من اليهود كانوا في جزيرة العرب وأقلتنا النصارى قالوا إن محمد جاء بدين جديد محمد صبأ جاء دين صابع جديد اخترعه وافتراه وصار كفار قريش يعقدون معهم ندوات يقولون هذا الدين الجديد هذا الدين الجديد فأخبر الله تعالى يقول الإسلام ليس دينا جديدا الإسلام إنما هو استمرار لرسالة السماء منذ آدم عليه السلام هناك موكب الأنبياء موكب المرسلين في كل زمان في كل عصر الموكب يسير ثم جاءت الرسالة النهائية النموذج الكامل هو الدين الإسلامي فقال إن هذا الذي يتحدث عنه القرآن وجاء به محمد إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كل ودى الكلام ودى المعاني ليست غريبة لقد ذكرها إبراهيم الخليل عليه السلام في صحفه وذكرها موسى عليه السلام في كتابه وذكرها أهل الإيمان من قبلهم ليؤكد القرآن الكريم على عالمية الدعوة الإسلامية وعلى أنها إنسانية من حيث المصدر ومن حيث المقاصد ومن حيث الغايات في قيمها الإنسانية ومصدرها الإله الواحد أن الله تعالى هو صاحب الوحي كما أنزل على قلب سيدنا النبي محمد فكذلك أنزله على قبله من الأنبياء كإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لأنه هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل ثم ذكر موسى لأن الخطاب كان موجه لليهود الذين كانوا في المدينة وكانوا في مكة والقبائل المجاورة كانوا دائما يطرحون إشكالات وكانوا يتحورون مع المشركين ويبحثوا عن الأخطاء في كلام محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر اليهود الكلام الذي جاء به محمد إنما ذكره نبيكم موسى عليه السلام آنذاك ربنا عز وجل شد على قلب نبيه والمسلمون صاروا أكثر قوة علموا بأن الله تعالى يخاطبهم وأن الله تعالى يوجههم من فوق سبع سماوات ففرحوا بهذا التكريم وقالوا سبحانك ربي الأعلى سبحانك ربي الأعلى هذه الصورة أيها الأحبة الكرام نحن مطالبين جميعا بأن نكتر كل ما قرأناها نكتر من التسبيح سيدنا النبي حينما يقرأها يبدأ يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لماذا لأن ربنا أمر فقال سبح اسم ربك الأعلى فلنكتر من التسبيح في كل وقت وحين والأشياء الأخرى ستأتي تلقائيا بكرم وجود من الرحمن نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الصورة وبالقرآن الكريم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين